السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل كان زلزال سوريا وتركيا صناعة ومؤامرة أمريكية نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بيتداول بعض الناس على السوشيال ميديا إن هذا الزلزال اللي حدث في سوريا وتركيا ما هو إلا صناعة ومؤامرة أمريكية الهدف منها إسقاط تركيا وإسقاط سوريا إلى غير ذلك من الكلام الذي يقال طبعا يا حبيبي لابد أن نعلم أولا أن هذا الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا فاعل في الكون إلا الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله على كل شيء قدير وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون فالله عز وجل يعلم السر وأخفى وبيده مقاليد الأمور كلها ونواصل عباد بيد الله سبحانه وتعالى فلا شيء يحدث في الكون إلا بمراد الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله وإرادتي وحكمتي سبحانه وتعالى مسألة بقى إن دولة تقدر إن هي تعمل زلزال في بلد تانية هذا كلام أقرب ما يكون من الخيال العلمي لأن الزلزال ده عبارة عن تحريك يعني الطبقة الأرضية بشكل ما ولا يكون ذلك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى والمسألة ما هيش بالبساطة والسهولة اللي احنا متخيلينها لإن الزلزال بيحدث في طبقات الأرض السفلة فتحرك القشرة الأرضية ولا حول ولا قوة إلا بالله فلو كان في دولة في العالم يا حبيبي تقدر إن هي تعمل زلزال في بلد فتعمل إبادة لعشر قرى أو عشر مدن كاملين في تركيا ومدنتين في سوريا لا يبقى كده دبئدهم بقى نهاية العالم وهذا لا يكون أبدا لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى لكن في المقابل نحن لا ننكر إن في مؤامرة أخرى من مجلس الشر العالمي عفان الله وإياكم بإن في مؤامرة المليار الذهبي إيه المليار الذهبي؟ أنا تكلمت عنه وأرجو من حضراتكم ترجعوا للفيديو الذي تكلمت فيه باستفاضة عن مخطط المليار الذهبي مخطط المليار الذهبي مختصروا إن هو دلوقتي عايش في الكون دلوقتي على الأرض قد إيه؟ سبع مليار ونص تقريبا قربوا من تمانية مليار فهم عايزين يبيدوا سبع مليار من اللي عايشين على وجه الأرض ولا يبقى إلا مليار واحد حتى يستمتع بكل الموارد الموجودة على الأرض يعني بيقولوا إن عرضة بتحصل مجاعات مش عارفين والناس مش مكافية المخزون الغذاء العالمي مع أن المولى عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ما حدش بيرزق حد الرزق كله على الرزاق سبحانه وتعالى والإنسان ما دام أنه موجود على الأرض سواء كان مسلما أو كان كافرا فرزقه على الله سبحانه وتعالى لا يرزق الناس إلا الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي يرزقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا والذي يقدر لنا كل شيء بيده مقاريد الأمور سبحانه وتعالى فهناك مخطط المليار الذهبي من خلال إنشاء حروب عالمية من خلال فيروسات يعيزا بالله تصنع وتنشر في كل بلاد العالم زي فيروس كورونا بالتحورات بتاعته وتم القبض فعلا على مجموعة الأطباء اللي هم أصلا عملوا هذا الفيروس في أوكرانيا ونشروه في العالم كله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومات بسبب ذلك أهلافهم مؤلفة فهم عملين شغالين عن مخطط اللي هو مخطط المليار الذهبي أما مسألي بقى إن أمريكا قططت ونفزت وعملت موجات من تحت البحر عشان يعمل زلزال في تركيا أو سوريا فزي ما قلت لحضراتكم هذا الكلام أقرب ما يكون من الخيال العلمي الله عز وجل هو القادر على كل شيء طب حتى لو إني دولة خططت لعمل زلزال في دولة أخرى ماشي؟ طيب حدثت زلزال ده أنا هتصور يعني كده جدلاً لو إني دولة عملت موجات معينة بأجهزة معينة وعملت زلزال في دولة طيب توابع الزلزال من الذي عملها؟ في تركيا حصل أكتر من 3000 توابع زلزال وفي سوريا قريب من ذلك تخيلوا حضراتكم في حد هيقدر يعمل 3000 توابع زلزال بعد الزلزال؟ طبعاً هذا أمر لا يمكن أن يخطر على عقل بشر ولا على قلب بشر عشان هذا الأمر بقى يعني إيه؟ يغلق ولا نتكلم فيه مرة أخرى أنا ما بقولش الكلام ده دفاعاً عن أمريكا ولا دفاعاً عن بلد أي بلد في الدنيا أبداً بالمرة إنما بقول ليس من العقل وليس من المنطق إن دولة تقدر تتحكم بهذه الطريقة إنها تعمل زلازل في الأرض وإلا يبقى بيادها بقى نهاية الكون لإني لو بمزاولة وبالمنظر ده هو عمل أجهزة بالشكل اللي إحنا بنتخيله يبقى خلاص بقى يعمل له خمسين ستين زلزال في الدول اللي حواليه يبيد الكون كله ولا يعيش إلا هو وهذا كلام لا يقبله عقل أبداً فلذلك حتة مسألة إن دولة عملت زلزال لدولة هذا كلام لا يكون إنما دولة أنشأت حرب في دولة تآمرت على دولة نشرت فيروسات في دولة أرسلت فرق تجسس في دولة كل ده هذا يعني معقول نسمع هذا الكلام ونصدقه إنما أصدق إن دولة عملت زلزال في دولة أو بركان في دولة أو تسنامي في دولة فهذا لا يكون أبداً يا أحبابي ولا نصدق مثل هذا الكلام لكن إحنا بقى علينا كمسلمين إن إحنا نقول إن الزلزال ده ما جاء إلا لفوائد عظيمة جداً بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا ويتخذ منكم شهداء وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الهدم شهيد يعني الذي يموت تحت الهدم ما دام أنه مسلم موحد فهو شهيد إن شاء الله ولا نزكي أحداً على الله سبحانه وتعالى إن بصاحب الهدم شهيد بفضل الله سبحانه وتعالى فربنا بيتخذ شهداء والشهيد هذا يشفع أو يشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة كما ثبت في الحديث الذي رواه التلمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال كان من بينها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة الله أكبر ثم بعد ذلك من أصيب منهم فكل من أصيب فكل ذلك تكفير للسيئات ورفعة للدرجات ومغفرة للذنوب والسيئات بفضل الله والله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب كما ثبت في الحديث الذي رواه التلمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم إذا لو أحب الله قوماً ابتلاهم فهذا ابتلاء ثم تذكرة لمن عاشه يشوف الزلازل قدامه يشوف الناس اللي ماتت يشوف الناس اللي اتحبست تحت ركام الزلازل أيام طويلة فيتوب ويعود ويصحح مصاره ويمشي في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك سبب نجاته بفضل الله سبحانه وتعالى إذن يا حبيبي نظرية المؤامرة إن دولة عملت زلزال لدولة هذا لا يكون أبداً إنما دولة تتآمر على دولة تنشر فيروسات في دولة تقيم حرب مع دولة أو تتوقع بين دولتين عشان تحصل ما بينهم حرب كل ذلك وارد أما إن دولة تتحكم في الكرة الأرضية وتقيم زلازل يبقى بالمنظر دي يبقى بيدنا تبيد الكون كله وهذا لا يكون أبداً لأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يسلم بلاد المسلمين من الزلازل والبركين والمحن والفتن والابتلاءات وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته